وكيل وزارة الزراع بمحافظة المينيا برحب بحضركة فاندن أهلا بيك السامح على المساعدة بالتوفيق وإحنا دايما بنتواصل معك وشكرين على هذا التواصل من جانب حضرتك أهلا بيك لا تحت أمرك كان معي الحج نادي أرض إصلاح زراعي 25 فدان فيها 56 مزارع بيقول بيقول إن هم موجودين فيها بقالهم 30 سنة في مركز بني مزار طبع قرية أبو جيرج عزبة حسن باشا عبد الرازق دي أرض وضع يد أرض وضع يد طيب معاك بطاقة قال لي آه أنا معانا بطاقة من الإصلاح باسم والدي وباسم الناس الجيران اللي موجودين فجأوا في هذه الفترة إن فيه شخص بيقول لهم أنا اشتريت الأرض من الإصلاح وبيهددهم كل فترة بالشرطة إيه وضع الأرض دي حضرتك عندك معلومات عنها في هذا التوقيت هي دي بتخص طبعا الصلاح الزراعي الصلاح الزراع ده يعني مدرية مستقلة زي ما انت عارف أيوه لكن هي لو فيه مشكلة صرفة أسمدة احنا هنحلها لأن احنا بنتعامل مع النبات وانا نتعاملش مع الأرض أيوه دي أول نقطة الأسمدة وهو فعلا قال أنا كنت في مكتب الوزير وتقدمت الطلب وقالوا لي ان انت ممكن تصرف الأسمدة طبعا اه دي ما فيهش مشكلة أيوه لكن بالنسبة بقى الوضع قانونية الأرض واللي اشتريها أيوه فأنا هرجع للإصلاح تاني لأن دي بيتم الإجراءات دي كلها بيتمها أنا عارف وأنا بكلم قردك لأننا انت يعني بتقدر تتواصل مع جميع القطاعات نعم وبتقدر فعلا تقول لنا على الحقيقة كاملة طبعا وهو هيجي لحضرتك بكرة بالبطاقات اللي معاه وبالأوراق اللي معاه برضو عشان يعرضها عليك يجي للصبح بدلي وإن شاء الله قبل ما اطلع مرور بس يجي لي وأنا إن شاء الله تصله بمدير للإصلاح وأعرف الكثة ماشية إزاي وهو يعد يعني الحج نادي معايا هو الحج نادي اهو باش الدكتور حسن الفولي معايا على الهاتف أنا حكيت له مشكلتك هو بيقول لك إن الأسمدة ما فيهش مشكلة هتصرفها إنما القانونية بالنسبة لوضعكم في الأرض هيتابعوا مع الإصلاح هتقدر تروح له بكرة بدري قبل ما ينزل المرور ولا تروح في يوم آخر يا باش يا أنا مش همتكلم على السمدة أنا مش همتكلم على السمدة باش أنا قلت له يا حج نادي أنا قلت له على وضعك كله وهو هيتابعوا مع الإصلاح هتروح له بالأوراق اللي معاك تقدر تروح بكرة ولا نحدد معاك تاني الوقت اللي ندعلي هو يا باش بكرة الساعة تسعة تقدر تكون موجود عنده دين حتى في المن يا باش يعني أنت من المانيا ومش عارف مديرية الزراعة فين عن مركز باني مزار يا باش والله هو هو يا دكتور حسم من بني مزار آه خلاص يروح للمدير الزراعية باني مزار وأنا أخلي مدير الزراع يستدعي مدير المرطية بتاعة الأصلاح اللي هناك نشوف برضو أحواره وليه يا حج نادي هتروح لمدير الزراعية عندكم بكرة في باني مزار أي تروح له بكرة والدكتور حسن الفولي هيتابع معاه علشان ما تروحش هذي المسافة الكبيرة مدير الزراعية أيوة أيوة اللي هي المزار يعني أيوة يا حج مدير الإدارة الزراعية في باني مزار ماشي يا باش شكرا يا حج ولا روح له دكتور حسن الفولي مش مشكلة لا روح له وهو هيتواصل معاه بالتليفون وهيقدر ينصك مع الإصلاح الزراعي بحيس ان انت ما تروحش هذي المسافة كلها شكرا 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 يا حج نادي يعني الحيزات كتيرة جدنا في الجماعة دي أيوة فاني سواصل لها ثلاث عربيات وتم صرفها للمزارعين أيوة وهيتواصل لها ان شاء الله النهاردة عربية تاني إن شاء الله وهنبعث لها عربيتين تاني عشان نكفي حيازتها بالكامل منزل 200% جميل اوي بالتوفيق يا دكتور انا فعلا كنت هسأل حضرتك لان انبارح كان فعلا شكوى من جمعية بلانصورة وحضرتك وقعدت ان الاسمدة في طريقها لهذه الجمعية وتم صرف ثلاث عربيات وان شاء الله فيه دفعة اخرى هتبقى موجودة النهاردة في هذه الجمعية ودي بشرة جميلة جدا من حضرتك بتمنى لك التوفيق دائما ومشكرك على هذا التواصل معنا ومع المزارعين شكرا للدكتور حسن الفولي ووكيل وزارة الزراعة بمحافظة المينيا اشتركوا في القناة